أهلا بكم مجددا في الفيديو السابق بالضبط كما تعرف بداوة كأنه محاولة لإرباكك أنا قلت لك إذا كان لدي متجه دعني أعمل واحد جديد حيث أستطيع أن أصورها لك خلال ثانية أو اثنتين دعني أسمي المتجه الأول A سأفعل ذلك بلون آخر هذا لون يشبه معجون الأسنان يظهر غير مريح دعني أفعل شيء أبدو مريحا دعني أسمي المتجه الأول A لا أعلم دعني أقول إنه ممتح هذا ممتح دعني أقول أنه سالب ثلاثة ضرب متجه الوحدة I زائد اثنان ضرب متجه الوحدة J وبعدها لدي متجه الوحدة B وذلك يساوي لا أعلم إنه اثنان I اثنان I زائد لا أعلم دعني أقول أربعة ضرب متجه الوحدة J في الفيديو السابق قلت السبب الكلي لنقل رموز متجهات هذه جيد سوف نرى هناك العديد من الأسباب تجعلها مفيدة واحدة منها للأشياء الممتعة قبل إضافة المتجهة سوف نضع الرأس على الذائل ونرسمها هندسيا وبعدها نحصل على هذا المتجه وفي الحقيقة لا يوجد طريقة لتعبير عنها بدون رسمها ولكن إذا كتبنا الأشياء كمضاعفات لمتجه الوحدة لا يجب علينا الرسمها في الواقع من السهل جدا إضافتها كيف نفعل ذلك؟ نحن نضيف بالضبط المركبة السينية والمركبة الصادية إذن لقد قلنا هذين المتجهين A زائد B وهناك سهم صغير فوقها وذلك للقول أنها متجهات هذا يساوي سالب ثلاثة زائد 2 ضرب متجه الوحدة I حسنا زائد 2 زائد 4 ضرب متجه الوحدة J ولقد أضفنا المركبة الصادية أو مضاعفات متجه J لأنه I متجه الوحدة وفي الاتجاه السيني وJ متجه الوحدة في الاتجاه الصادي وسوف نحصل على ما مقدار سالب ثلاثة زائد 2؟ إنه سالب واحد I ذلك يمكن أن يكون سالب واحد I حسنا سأكتب هذا I لأنها تعبر عن متجه الوحدة إذن هذا سالب واحد I زائد 6J وعندما فعلت ذلك ربما تقول لا أستطيع أخذ كلماتك لأنك لا تبدو شخصا لا تبدوين كشخصا يصدق على نحو أعمى لذلك أعتقد أن هذا رأي صحيح لديكم ولذلك سوف أعرض لك هذا العمل من خلال إضافة المتجهات هندسيا إذن دعني أرسم ذلك أعتقد ذلك سوف يعطيك تفكير منطقي عن وحدات المتجه ودعني أرسم المحاور حسنا هذه المحاور إذن ذلك هو المحور الصادي Y ودعني أرسم المحور السيني X يجب علي أتأكد أن لدي متسع كاف للمتجهات المرسومة أو المتجهات التي سوف أرسمها ولأعرض لك أن المحاور تمتد للأبد ذلك السهم يعني أنها تمتد حسنا دعني أقول هذه واحد اثنان ثلاثة وهذه واحد اثنان ثلاثة أربعة وأنا أرسم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أعتقد أننا الآن قادرين على إضافتهم وسوف لن أضيع كل الفراغ في الأسفل إذن أولا دعني أرسم هذه المتجهات سالب ثلاثة آي زائد اثنان ج إذن آي سوف تكون هنا وسوف يكون متجه الثلاثة سالب حسنا إذن سيبدو مثل هذا إذن إنها ثلاثة ضرب المتجه السيني سوف تكون لليسال لأن آي تساوي واحد في الاتجاه الموجب إذن حسنا دعني أستخدم اللون مختلف إذن هذه سالب ثلاثة آي زائد اثنان ج إذن زائد ج سيبدو مثل هذا حسنا هذا اثنان ج إذا أردنا إضافة هذه المتجهات صوريا فننا سنضع الرأس على أذائل وبالطريقة التي فعلتها يمكنك إزاحة هذا المتجه للفوق أو يمكننا إزاحة هذا المتجه ووضع أذائله على رأس المتجه لكن بطريقة ما دعني أنقل هذا فوق إذن إذا نقلناه للأعلى مثل هذا تذكر أضفنا أذائل على الرأس وهذا مهم إذن يجب أن أضع هذا أذائل على الرأس وماذا سنحصل إذن المتجه A سوف يبدو مثل ذلك وسيكون في نفس اللون كمتجه لأنني أشعر هذا الملحن سيكون معقدا حسنا جيد سوف أستعمل أدوات الخط لكي يكون الرسم أوضح حسنا إذن هذا هو المتجه A هذا سيبدو المتجه وسوف نعود للعمل لقد أعطتك المركبة السينية والمركبة الصادية وبعدها أضفتها لبعضها البعض وهذا ما سيبدو عليه المتجه مثل هذا وبدلا من رسمها طريقة تمثيل سهلة جدا كما فعلنا فوق ترميز متجه الوحدة وكيف سيبدو المتجه B إنه 2I وسوف أستعمل لون مختلف إنه 2I إنه هذا المتجه إذن 2 ضرب متجه الوحدة I وهذا هو زائد 1 2 3 4 زائد 4G إذن سيبدو مثل هذا ودعني أخذ هذا ونقله لليسار يمكننا وضع ذيل على الرأس رأس المتجه وسيبدو مثل ذلك إذن B سوف يبدو سوف أستعمل اللون الأحمر للمتجه وسوف أستعمل أدوات الخط المتجه B سيبدو مثل ذلك أنا بالضبط وضعت رأس المركبة على ذيل وحصلت على المتجه B وإذا أقمت بإضافتهم هندسيا سوف أفعلها بالطريقة نفسها التي أضفت بها المتجه الأول سوف أضع ذيل أحد المتجهات على الرأس رأس الآخر وأرى دعني أزيح هذا المتجه دعني أزيحه في هذا الاتجاه تذكر المتجه يعطينا مقدار الاتجاه إنه ليس من ضرور إعطاءك نقطة البداية وبالتالي يمكنك إزاحتهم ولكنك لا تستطيع تغيير اتجاهها أو مقدارها وهذا بالواقع كيف أضفتها بوضع ذيل على الرأس ذلك عندما تقوم بإضافة ذلك هندسيا دعني أضع ذلك المتجه فوق هنا إذن إذا كان لدي المتجه A فسوف يبدو مثل ذلك سيبدو مثل ذلك هكذا وسيمتد هكذا وأريد أن أفعل ذلك بشكل صحيح إذن المتجه A سيبدو مثل ذلك تذكر كل ما فعلته النظر لنفس المتجه ونزيحه بحيث يمكن أن تبدأ من الرأس إذن ذيله يمكن أن يبدأ يمكن أن يبدأ على رأس B إذن أنا أزحت المتجه A إذن هذا المتجه A أنا فقط أغير المتجه إذن وسعته إذا جعلتها أكبر أو أصغر أو غيرت اتجاهها إذن هندسيا هذا A وهذا B وأنا أضفت A إلى B المتجه الناتج من ذيل إلى الرأس سوف أفعلها دعني أرى هذا لون الأخضر وسوف تبدو مثل هذا سوف تبدو مثل هذا إذن هنا أخذنا كل المصاعب ويجب علي رسم هذا الخط هندسيا إضافة هذين المتجهين هذا المتجه الأخضر A زائد المتجه B دعنا نرى إذا كان المتجه الأخضر نفس الشيء الذي حصلنا عليه هنا دعنا نرى إذا كان نفس الشيء الذي حصلنا عليه إذن حصلنا على سالب 1I إذن سالب 1 مثل هذا وبعدها لدينا 6J دعني أقوم بذلك بلون مختلف 6J سوف تبدو مثل ذلك وضعت الزيل على الرأس وسوف تكون شيء يبدو هكذا وذلك هو المتجه الأخضر وفي الواقع فقط لتعرف أن أعلم أنها لم تصطف بدقة والسبب أنني لم أرسم بدقة هذه النقطتين في الواقع يجب أن تكون هنا إذا أردت رسمها بطريقة أفضل ولكنني أعلم أن هذا مربك جدا لأنه لدي كل هذه الألوان ولكن النقطة الكلية التي أريد إظهارها لا كأنه يمكنني رسم المتجهات هندسية ونقلها وثم وضع الزيل على الرأس وثم سوف تحصل على المتجه الناتج هذه إحدى الطرق لإضافة المتجهات إنها تحليلية أكثر أو يمكنك كتابة أي متجهة كمركبة X أو مركبة Y وبعدها مجموعة المتجهات سوف يكون مجموعة المركبة السينية ومجموعة المركبة الصادية وهذا أوضح كثيرا وأسهل كثيرا وأكثر عرضة للخطاء وطريقة للجمع أو طرح متجهين لذلك نأمل أن ذلك كان مقنعا ذلك A زائد B في الواقع هذا المتجه إذن لم يكن كذلك أعتذر وأمل أنني لم أربكك كثيرا ولكن الآن يجل لدينا هذه الطريقة ونأمل أنك أدركت أن متجه الوحدة مفيد ويمكنك أن تبضي كذوما وربما يمكنك أن تحاول حل مسائل عن حركة المقطفات باستخدام الرموز أراكم قريبا إلى اللقاء